قرابة السبعون عام وناحية اللطيفية لغزها لا يحل واحدة من اقدم نواحي العاصمة بغداد واكثرها اهمالا مناشدات كثيرة من اهالي هذه الناحية بغية ايجاد حلول لها اللطيفية احدى نواحي بغداد المنكوبة تفتقر لابسط مقومات العيش الكريم بنا تحتية منهارة وابنيتها الخدمية لا تصلح لتقديم الخدمات لسكانها عمورها يتجاوز السبعون عاما والى الان لم تعمر ولم تبذل الحكومات السابقة عناء شهر واحد فقط لتقديم ولو خدمة بسيطة شوارعها متربة صيفا ويزيد الشتاء وانطاره طينها بله هي تابعة البغداد ناحية اللطيفية القضاء المحمودية تابعة ومن الخمسينات يعني من ستة وخمسين وسبعة وخمسين هي انبنة كانت بالثمانينات انظف ناحية بالعراق كلها بس هسا وراء هذه الأحداث وضعها تعالى الاموال اللي انصرفت على هذه المقاولة اموال هائلة باستطاعتك ان تبلط بيها مو محي تبلط بيها بغداد كلها ومن تجي للواقع هذا الواقع واقع مزري وضعيت المنطقة بالنسبة لخدمات صفر مية بالمية صفر المنطقة كانت بيها بعض التبليط جاءوا الناس متخافوا الله الحرامية باقوا على اساس بلطونة عافوانا من ذلك الوضع لحد الان وضع تعبان كل شيء مناشدات لامين العاصمة بغداد على معا من قبل اهالي ناحية اللطيفية بان ينظر الى حالها المأساوي وان يحاسب المقصرين ممن هم عاملين في دوائر امانة العاصمة الخدمية خصوصا وان التكاسل واضح في تقديم الخدمات لهذه الناحية الناشد امين بغداد لانه يتجه لهذه المنطقة وهذه المنطقة تعبانة من كل النواحي يعني لا خدمات لا بيئة يعني شغلتها تعبان حال هاي صارتها تقريبا بالعشر سنوات احنا نعيش مأساة لا تبليط لا خدمات ليست بالمنطقة الزراعية حتى لا توفر فيها الخدمات ولا هي ارض تجاوز المواطنون في سكنها مناطق اصولية وناحية تابعة لقضاء المحمودية التابع لبغداد لهذا وجب تقديم الخدمات فيها من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة